الى جانب التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم تطورت اساليب الاحتيال على العديد من الانظمة التكنولوجية من خلال تسخير التقنيات ذاتها الى ادوات احتيال ومع تواصل نمو شبكة الانترنت في الانشطة التجارية على اختلافها غدا امن المعلومات لا سيما المتعلق بالدفع عبر البطاقة الاتمانية ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى خاصة ان عمليات الاحتيال ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل لافت دبي احدى المدون التي تعاني صداع هذه الحوادث والسبب يرجع الى ارتفاع ثقة المستهلك بالبطاقة المصرفية والاستخدام المفرط لها حيث ان استخدامات بطاقات الاتمان في انجاز معاملات الشراء اليومية تشرت بصورة واسعة في منطقات الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة بتشجيع البنوك لعملائها على التخلص من ثقافة التعامل النقدي والتحول الى مجتمع غير نقدي وهذا الانتشار الواسع لاستخدام البطاقات الاتمانية دفع المزورين والمحتالين الى استخدام وسائل وتقنيات اكثر تطورا للاحتيال على المؤسسات المالية وعملائها الامر الذي وضع القطاع المصرفي امام تحديات امنية متزايدة فعملت البنوك على اتخاذ تدابير واجراءات احترازية باعتماد افضل التقنيات لتأكد من ان جميع عملائها يحضون بالحماية الكافية ضد الاحتيال ومع كل هذه الاجراءات فان المحتال لا يزال قادرا على تطويع التكنولوجيا لاغراضه يساعده في ذلك احيانا عدم مبالاة العميل او تجاهله لتحذيرات المصارف اذ يقع ضحية اتصال او تواصل الالكتروني على الرغم من التحذيرات المتكررة بعدم الافصاح عن معلومات البطاقات الاعتمانية او غيرها من البطاقات عبر الهاتف او عبر غرف التواصل الالكتروني راهم الامير الرئيس الاقتصادية دبي اشتركوا في القناة